السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت القدس مدينة العروج إلى السماء أسرت اليوم إليها العيون للاحتفال معها بيوم العالمية وتجديد العهد لبيت المقدس والصخرة للقبة والمسرة لحائط البراق وأبواب الصلاة للحرم الإبراهيمي وعيسى المسيح لمريم السيدة وجذع النخلة لبوابات القدس وحارتها زيتها وزيتونها يكاد يضيء نور على نور يهدي الله المسلمين إلى تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي الذي نشر اليوم آلاف الجنود والمستوطنين ليمنع المصلين من الإسرائيل إلى مسجدها الأقصى وتلاوة فرد الصيام بين حجارتها صوت المؤذن لف شرق المدينة وغربها كما تلف النساء حجابها وبه اهتدى المصلون لتجاوز حواجز الاحتلال والوصول إلى باحات مسجد الأقصى وإقامة الصلاة مسيرات الإسرائيل إلى القدس امتدت من فلسطين إلى مدين العالم والتقت الصرخات على صوت واحد يتمسك بالمقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين وعاصمتها المقدسة وإنقاذ القدس من الحفريات التي تهدد أقصاها بالانهيار ومن اللغة العبرية التي تهود الشوارع وتنظر أهل القدس بالتيها وبيوم لا ريب فيها في يوم القدس العالمي استفتاء على مركزية القضية ممن ضلوا الطريقة وتهوا بين بادية الشام وصحراء الأنبار الكويت بدورها أحيت يوم القدس باحتفال أقيم بمسجد شعبان تحدث فيه الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق وحذر من احتضان الكيان الصيوني للحالة التكفيرية ورأى أن زوال إسرائيل سيتحقق مشيرا أن تحرير فلسطين سيشكل مقدمة لتحرير العالم الإسلامي من الاستكبار اشتركوا في القناة